الحل غير موجود حاليا هكذا يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى عقب انهيار منظومة الطاقة في العراق والسبب لا يوجد غاز كاف لتشغيل محطات التوليد أنا غاز وطني ما يكفي وغاز مورد القاس وفلوس نايمة بتي بأي دافحين وانا واجع بها شي سوي انهيار وتوقف شبوتام لمعظم محطات توليد الطاقة في العراق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة تمخض عنه غرق عدة محافظات بظلام دامس لأسباب ينسبها البعض لوجود خلل فني فيما يؤكد آخرون أنها ابتزاز إيراني للدفع باتجاه رفع الحظر عن تسلمها أموال غازها المصدر للعراق بالعملة الأجنبية التي هي بحاجة لها بدلا من الدينار العراقي الإطار التنسيقي الحاكم وكعادته تحدث عن مؤامرة تحاك ضد حكومة السوداني مبرئا ساحة إيران ورغم تأكيد وزارة الكهرباء تسديدها جميع الديون المترتبة من استيراد الغاز الإيراني إلا أن الموالين لطهران لهم رأي آخر حيث يقول خطيب جمعة النجف صدر الدين القبانشي القيادي في المجلس الأعلى إن العراق مدين لإيران بـ 11 مليار دولار واجبة السداد إيران تطلب العراق 11 مليار دولار استحقاقات الكهرباء اللي باعتنا إحنا من الحمد لله فلوس عندنا تروح للبنك ما تروس فلوس أما زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي فقد ذهب أبعد من ذلك بالقول إن إيران لم تتوقف يوما عن تزويد العراق بالغاز فيما أشاد بخامينئي الذي ادعى إعازه بمنح العراق الغاز مجانا قام بالتدخل بشكل مباشر لاستمرار الغاز الإيراني بالوصول إلى العراق بغض النظر عن عدم وصول المبالغ التي تستحق والكلام الذي وصل إلى رئيس الوزراء وإلى قادة الإطار التنسيقي أن هذا القرار هو من جانب أخلاقي أن السيد الخامني حفظه الله لا يلاحظ مساءل السياسية والاقتصادية في التعامل مع العراق والشعب العراق وزارة الكهرباء وفي محاولة للتنصل من المسئولية حملت الحكومات المتعاقبة مسئولية عدم إنشاء محطات حرارية تعمل بالوقود المتوفر بدل الغاز المستورد حقيقة تطرقت لها صحيفة ذا جراديل الأمريكية التي قالت أن مأزق الدين العراقي لإيران نتيجة طبيعية لإصرار حكومات بغداد على أن تكون إيران هي المورد الوحيد للكهرباء والغاز دون النظر إلى العواقب الاقتصادية التي ستنعكس على البلاد